انفصال طارق صبري وشيري عيدل اتعرف على سر حصف صورهم سوا حصف صور الطرف التاني فعصر السوشيال ميديا بقى معنان فيه كرسى او مشاكل كبيرة ومؤخرا الفنانة شيري عيدل اصارت الجدل وفجأة الجمهور بحصف كل صورها اللي بتجمعها مع زوجها الفنان طارق صبري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام وبعد حصف شيري عيدل صورها مع طارق صبري فصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة اللي عملتها شيري بان فيه مشاكل كبيرة بينها وبين طارق صبري ممكن تكون وصلت الانفصار وده اللي خلاها تحزف الصور وبكده بتعلن عن انتهاء العلاقة بينهم وده على حسب تفسيرات رواد مواقع التواصل شيري عيدل وطارق صبري جمعتهم قصة حب بعد من فصلت شيري عن الدعاية الاسلامي معز مسعود بعد جواز استمر حوالي سنة واحدة بس فجوازهم كان في سنة 2018 وانفصلوا في 2019 وشيري عيدل اتكلمت عن قصة حبها هي وطارق صبري في لقاء اعلامي وقالت انهم كانوا بيعرفوا بعض من سنين لكن التقرب حصل بشكل مفاجئ وقالت كمان ان الصداقة اللي كانت بتجمعهم تطورت لعلاقة حب بشكل سريع وبتابع وتقول كنا نعرف بعض من ايام مسلسل بنات سوبرمان مسلنا مع بعض وكنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة او غيره فجأة قربنا من بعض جدا في فترة صغيرة وحبينا بعض وبتضيف شيري عيدل وتقول كنا مرتبين ان احنا نتجوز وكنت عاملة حسابي اننا نعمل فرح في الصيف وكده فجأة طارق قال لا يلا بينا دلوقتي كان نفسي عمل فرح على البحر فقلت له نستنى قال لا نتجوز دلوقتي ونبقى نعمل فرح في الصيف بس حاسة لو عملنا كده هيبقى شكلها غريب شوي وبالفعل تم الجواز بينهم في يوم 28 اكتوبر عام 2022 والفرق في السن بين شيري عيدل وطارق صبري حوالي تسع سنين فطارق من موليد 1979 وشيري من موليد سنة 1988 نيجي بقى للفنين طارق صبري اللي علق على انباء انفصاله عن شيري عيدل في تصريحات اعلامية ونفى الكلام ده تماما وقال ان الصور ممكن تكون تحزفت بسبب مشكلة في الاكاونت عندها والله يهدي اللي بيطلع شائعات في سياق اخر الفنانة شيري عيدل كانت اعلنت مؤخرا عن تعاقدها على تقديم دور البطولة النسائية مع الفنان احمد الفشاوي في فيلم عادل مش عادل اللي بدأ تصويره الاسبوع قبل الماضي وبيضم في بطولته كمان الفنانة دينا ومحمد ردوان والقصة وسيناريو حوار ادهم سعيد وحسام كمال واخراج احمد يسري وكمان شيري عادل بتنتظر عرض فيلم اصل الحكاية مع المخرج محمد امين والانتهت من تصويره مؤخرا وبتجسد فيه شخصية فتاة تسمى ملك صاحبة افكار معينة بتخليها تواجه العديد من الصعوبات وملك بتنتمي العيلة كل فرد فيها لحكاية مختلفة ومستقلة فولدها بيومي فؤاد واعمامها خالد الصاوي وعلاق مرسي وعمتها هالة فاخر اشتركوا في القناة